وضف الرئيس السيسي أن مصر أطلقت برامج عديدة من أجل تحول الطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب برامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة كما أشار الرئيس السيسي إلى أن تحركها في هذا المجال كان في وقت مبكر انطلاقا من التفاقية باريس للمناخ أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا ويمكن إحنا كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورها هنا أثناء عقد هذا المؤتمر وبقول فيه أن إحنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول لحماية وتنمية البيئة مثال نحن كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا اتعامل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لهذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها احنا بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مياه بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراع حتى يتم استخدامها أكتر من مرة منحق بيها هدفين الهدف الأولاني أن احنا عارفين أن يبقى فيه مياه إضافية كحسس من نهر النيل حب أمر يصعب تحقيقه في هذه المرة ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملوثة للبيئة